أسبوع حماسي بشكل جداً كبير نتحدث عن آيفونات جديدة جوالات جديدة مرصد سات جديدة مرصد سات جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول التقنية والعلوم أبدأ أول شيء بالتأكيد رأينا الآيفونات الجديدة ورأينا الخصائص والتفاصيل الكثيرة حقتها سويت لكم محتوى خاص عن هذه الآيفونات وبالتأكيد الآن جاء دور المقارنات التحليلية والذي تقوم بعمل من ناحية التفاصيل فأيوه بحين يجب أن تشاركوا في التصويت إذا كنت تشاهدون من الجوالات وتقولون مع أي الجوالات بالتحديد تبغونا نقارن الآيفون الأساسي الأكبر هل تبغونا نقارنه مع النوت 10 بلس أو تبغونا نقارنه مع لسه الميت ماجعة فلن نقول الـ P30 برو أو نقارنه مع الوون بلس سبن برو أو نضع مقارنة بين الآيفون أو نقارن الآيفون 10 اس ماكس فأخبروني ماذا أريدكم وأبشروا من عيوني أنتقل الآن لشركة أبل التي لم ترى بصمة على الشاشة المتوقع السنة القادمة في 2020 يكونوا تطوروا بصمة مدمجة في نفس الشاشة هذه البصمة تمكنك من الدخول لنفس الآيفون عن طريق البصمة المدمجة في الشاشة أو عن طريق الحساسات حق الوجه إذا ما زالت موجودة مع الجوالات القادمة بما أن الجوال يظهر سنة الجاية تقريباً بحكم العادة يظهر عيفونات جديدة 2020 هي السنة المتوقعة أن تحصل شركة أبل أو أبل نفسها تدمج حساسات البصمة في الشاشة وهذا الشيء المفروض يأتي أما إلى الآن لا يوجد تأكيد ولكن لا يوجد تأكيد بأنه لم ترى هذه السنة ستكون السنة الجاية شركة مايكروسوفت تقوم بعمل إختبارات على إكس كلاود خدمة اللعب عن طريق البث الخدمة هذه المفروضة تنافس فيها نتفليكس ولكن بلا الآن ليس مشاهدة من المحتوى وهذه الخدمة ستكون رائدة من شركة مايكروسوفت وتكون موجهة للاعبين سواء نتكلم على منصة إكس بوكس نفسها أو حتى نينتندو لا تكون هناك اتفاقيات ماذا ستحدث بينهم؟ المهم هو إكس كلاود والبلاي ستيشن يعني كل الأساسيين مع إكس بوكس الآن لو تكلمنا عن الأساسيين ما يستفيدون من الخدمة؟ الخدمة تتيح لك أن تشترك باللعبة وتلعب فيها ببث مباشر بدل ما تشتري اللعبة وتحملها بالكامل شيء صعب ولكن يحدث بأن مايكروسوفت تختبر إمكانية إكس كلاود على شبكة 5G في كوريا هذا الأمر سيمكنها من معرفة قابلية اللعب وكفاءة اللعب وشبكة 5G نفسها ستكون الحل الأمثل لتمكين إكس كلاود أنها تكون منصة منافسة أو لا وأمر أساسي جداً مهم ترى الموضوع لن يحصل الألعاب على جهاز واحد يعني الألعاب الإكس بوكس ليس فقط على الإكس بوكس وتلعبها لو عندك إكس كلاود يمكن من أي هاتف ذكي مع الأكسسوارات الصحيحة وفقط بكل هؤلاء لو عندهم اتصال صح ستقدر تلعب ألعاب بدون ما تحملها وبدون أصلاً ما يكون عندك إكس بوكس أنتقل الآن لسبيس إكس الذي سانده أكثر من مرة في إطلاق أقمار صناعية للفضاء هذا الأمر فتح باب جديد لسبيس إكس ومكنهم من كونهم وسيط مثل بعض شركات إطلاق الأقمار الصينية والروسية فبالطريقة هذه سبيس إكس يمكن تجيب لها مدخل جديد أو مصدر دخل جديد هذا المصدر يمكنهم من إطلاق الأقمار الصناعية أكثر وأكثر بل إنهم حالياً يطوروا منصة كاملة لإطلاق الأفراد وإطلاق الأفراد وإطلاق المركبات الصغيرة وإطلاق الحمولات المساندة والمكوكات الفضائية الموجودة يمديهم أشياء كثيرة وفتحوا باب بحري لأنهم لا يفضلون لدينا أوبر وتكاسي وأشياء خدمات توصيل داخل دي اتش ايل وهذا الكبار موجودين حتى في الفضل، سوف نفتح توصيل طلبات وصل أكل فضل أيضاً شركة سوني عندما أعلنوا عن الجهاز الجديد لهم وهو الأكس بيريا اكس فايف كما قلنا لكم في آخر التسريبات طبعاً نفس الجوال صورنا له بعض المحتوى ويمكن ستشاهدونه قريباً على القناة غيرها من الشركات، كان لديكم نوكيا اللي طلعوا 6.2 و 6.7.2 وبعض الجوالات حقاً الانتري لفل، فالإيفا كان هناك مؤتمرات وأشياء كويسة أو كان هناك تصريحات وأعلانات كويسة ولكن كالعادة، سرنا نجد أن الشركات الأم الضخمة الكبيرة أبل، سامسونج، واوي، هؤلاء الثلاثة، مؤتمرهم الخاص فيهم هو الذي يأتي فيه أعلانات وأشياء ضخمة وهنا أنتقل لشركة مرسيدس التي أيضاً في مؤتمرهم أعلنوا عن سيارات هجينة وسيارات كهربائية بالتحديد جديد هذه السيارات الكهربائية تمكن مرسيدس من المنافسة مع الغير في إمكانيات جداً كثيرة في سوق السيارات السيارات الكهربائية واضحة أنها المستقبل بشكل كبير وحماية على البيئة من الأساسيات فمرسيدس وسياراتهم سيكون لها فيديوهات كثيرة على القناة وبروك عليهم كل الشركات ستطلع سيارات كهربائية وسيطلع أشياء وتقنيات كثيرة وإذا مرسيدس ستطلع تقنيات هذه التقنيات كالعادة تنتقل لبعض الصانعين من دول أخرى نوعاً ما يعتبروا ترند ستر في عالم السيارات يعتبروا ترند ستر الحركات الجديدة والأطباع الجديدة والتبني الجديد في عالم السيارات نتمنى أنهم التوفيق ونتمنى لكل هذا العالم السيارات يكون في ثراء جداً جميل من التقنيات بعض المخاوف تبدأ تظهر مع الأبحاث التي تقول أن بعض رؤساء الأعمال سيبدأوا باستخدام الذكاء الصناعي في مراقبة موظفينهم مراقبة عاداتهم، مراقبة أطباعهم، مراقبة حماسهم للوظيفة، مراقبة أدائهم، مراقبة وجودهم وعدم وجودهم في الدوام يعني له مسهي ومفهي، يعرفوا أن هذا الأدمي كفاءته ليست عالية هذا الأمر يمكن أن يتطبق أسرع من توقعاتكم وحالياً وجود بعض الكاميرات في بعض الدول تمكن هذا الأمن من دراسة الحضور والانصراف بشكل بسيط فلا يمكن أن يكون لديكم كاميرات في بعض الأقسام تراقب كل الموظفين كل موظف مركز على الشاشة ويشتغل أموره تماماً ينحط أن كفاءة عالية مع ربط الأوامر والأشياء والمخرجات التي تطلع من الكمبيوتر في الداشبورد فهنا ندخل على معظلة جديدة الذكاء الصناعي يمكن أن تسبب ربكة في سوق العمل وأيضاً كثير من القانونيين يقولوا هذا الأمر ليس قوانين ولا شروط حانياً لا يوجد شيء يقول أن منطقة العمل لا يجوز استخدام الذكاء الصناعي مع الموظفين فيها داخلين على مجال جديد مع الذكاء الاصطناعي وداخلين على مجال يخوفوا بصراحة في هذا المضمار ولكن أيضاً داخلين على أشياء إيجابية تحمس مع الذكاء الاصطناعي الله يسرها يا رب إلى الأحيانة لم تركبت؟ شاب أحمد يقول أنت لم تركبت هذا النظام؟ شاب أحمد يقول أنت لم تركبت هذا النظام؟ هذا الخبر الذي بعده ونقول أنه مؤتمر هواوي صار على الأبواب ماذا نتوقع في هذا المؤتمر؟ بالتأكيد نتوقع تصريحات رسمية وأجهزة رسمية من شركة هواوي شركة هواوي المفترض أنها تطلق الميت 30 وأخوانه وأخوانه وأيضاً تطلق بعض الأكسسوارات وتطلق البورشة ديزاين توضح موضوع النظام التشغيلي الموجود على هذه الأجهزة وأيضاً الكفاءات التي نحن متوقعينها منها يمكن أن يتكلمون عليهم بعض الضغوط لا تنسوا مؤتمرهم سيكون في ميونيخ فمؤتمر في ميونيخ يتكلمون على بعض الضغوط الموجودة من الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها إذا شاهدوا أن منصة الميت هي المكان الأمثل لهذا الأمر سيكون أشعر أنه لم أأيدهم على هذا الشيء ولكن أتمنى أن المؤتمر يكون إيجابي ومخم ونرى مفاجأة جداً جيداً يمكن أن نرى جوال ثاني طويل منهم يمكن أن نرى تصريح رسمي في الميت اكس أحاول أن يكون هناك حوالي ثلاث ألاف مراحق موجودين في غلاسجو ثلاث ألاف مراحق هؤلاء هؤلاء سيكوريتي عند آيكيا لأن هؤلاء المراهقين كانوا يخططون ويلعبون حبشة وعلى قول التخوان المصريين الظاهر استغماية يلعبونها في آيكيا ويتخبوا في الأثاث يوم درت الشرطة ودرت آيكيا نفسها في هذه المدينة هناك مراهقين يخططوا لهذا الأمر على شبكات التواصل الاجتماعي وقرروا ان يضعوا السيكوريتي فالشرطة الإضافية الموجودة غير السيكوريتي لآيكيا المهم الأساسي هو أن يحاول الأشخاص يتخبه من صفحه أنا أسف أنا أتوقع در حين أحد يرى هذا الخبر عندما تحاول تعمل نفس الشيء في ايكيا السعودية انا اعفي نفسي من المسؤولية بالكامل لأنني لا انصح بهذا الأمر مهما كان هناك متعة من ناحية الله انا انصح بهذا الأمر ولكن بالفعل الجيل غريباً يعني لا اذكر انا يوم اروح ايكيا اقول اوكي احاول ان العب حبشة مع الناس هل تفكرت فيها يا احمد؟ افا اجل الموضوع الوضع ترند في فئة من الناس اوكي الله قويهم ايكيا في غلاسجو اذهب الى خبر ابل بالملايين ونتحدث ان ابل تعرض مكافآت لأي فرد او فريق يقوم بتهكير الايفون بدون تدخل مستخدم الجهاز كيف يعني انت لو قدرت تهكير ايفون او فريقك من الهكس لو قدرت اهكير الايفون او النظام التشغيلي يقدر يدخل عليه بدون تدخل من الشخص نفسه او صاحب الايفون سواء ضغط على رابط او فتح جوال او حركة او لفه دوران بدون ما يسوي اي حركة تمكنهم من الدخول تسهيل عملية الدخول للجهاز هنا ابل يمكن تعطيكم مليون دولار وحتى لو على نفس النظام التشغيلي ببعض الحركات نصف مليون دولار هناك قائمة كبيرة من العروض والاشياء التي تعملها ابل على هذا الامر فلو تعرفوا اصلاً في فرق اسمهم تيم زيرو اصلاً في شيء اسمه داي زيرو ويوم الصفر ذلك، يمكنهم أن يكون سؤال محتوى عنكم أيضاً، فرق اسمه داي زيرو تيمز فرق يوم الصفر مهم شيء محدد ولدينا فرق صفر في المملكة العربية السعودية بصراحة ليس لدي خبر في الأوطان العربية فرق رسمية من يوم الصفر ولكن أعرف أن في المملكة العربية السعودية هناك مجموعة فرق وأيضاً هناك شهادات كثيرة في أيام يوم الصفر دعونا نتحدث عنه إذا أعجبكم لا نهاية الفيديو وكل فيديو أتمنى أن نشاهدكم على كل خير وسعادة ومتشوق لأيضاً مؤتمرات أكثر وأشياء أكثر تصير في عالم التقنية لشهر سبتمبر دعوكم دائماً مشتركين ومفعلين زر التنبيهات لكي تعرفوا الأخبار أول بأول كالعادة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستخيرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته